مجمع الاندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم اسلامية بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا الاعزاء طلاب الصف السابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قسم الدراسات الاجتماعية يرحب بكم اليوم ان شاء الله سوف نقم بحل جميع الاختبارات التجربية الخاصة باختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني الهدف من الاجابة على تلك الاختبارات ان يجيب الطالب على الاسئلة المقالية ويجيب على الاسئلة الموضوعية الواردة في تلك الاختبارات هنبدأ مع بعض الاختبار التجربية الاول الوحدة الاولى الخاصة بمادة الجغرافيا وعنوانها الموارد والانشطة الاقتصادية السؤال الاول عملية نقل الافراد والبضائع من مكان الى اخر يشير ذلك الى مفهوم النقل اثنان اقصر وسائل النقل انتشارا النقل البري السؤال الثالث يتم نقل الغاز الطبيعي من دولة قطر الى دولة الامارات العربية وسلطنة عمان عبر خط الدولفين من الطرق الملاحية النهرية في قارد افريقيا نهر النيل السؤال الخامس والسادس من اهم طرق الملاحة البحرية في العالم لنقل التجارة المحيط الاطلسي اشهر الموانئ الجوية العالمية في بريطانيا ميناء هثرو في مدينة لندن السؤال السابع والثامن ارخص وسائل النقل النقل المائي يتمثل تأثير النقل والمواصلات على البيئة فيه تلوث الهواء السؤال التاسع والعاشر والحادي عشر هي السلعة والخدمات التي تصدرها الدولة للخارج إبا الصادرات هي السلعة والخدمات التي تستوردها الدولة من الخارج لسد حاجة السوق المحلية الواردات أكبر الدول العالم من حيث الصادرات الصين السؤال الثاني عشر والثالث عشر أكبر الدول العالم من حيث الواردات أمريكا أكبر الدول العالم استقبالا للصادرات القطرية كوريا الجنوبية السؤال الرابع عشر أكثر السلعة التي تأتي في مقدمة الصادرات القطرية الغاز الطبيعي أسرع وسائل النقل النقل الجوي بكده يكون انتهينا من إجابة السؤال الأول الخاص بالأسئلة الموضوعية ننتقل على السؤال الثاني وهو السؤال الخاص بالأسئلة المقالية السؤال الأول ما أهمية وسائل النقل والمواصلات ترجع أهمية وسائل النقل والمواصلات في انتقال الأفراد والبضائع زيادة حركة التجارة إعادة توزيع السكان تحقيق التنمية الاقتصادية السؤال الثاني أذكر أهم أنواع النقل البري ينقسم النقل البري إلى ثلاث أقسام ألف الطرق المعبدة الداخلية والخارجية بأسكك الحديدية جيم النقل بالأنابيب السؤال الثالث ما أهمية النقل بالسكك الحديدية بيتميز بالسرعة في نقل الركاب والبضائع أقل تأثرا بالظروف المناخية وأكثر وسائل النقل أمانا السؤال الرابع عدد أهم خطوط النقل بالأنابيب في منطقة الخليج العربي أهمها خط الدولفين بينقل الغاز من قطر إلى الإمارات وسلطات عمان وخط التابلين الذي ينقل البترول من شرق شبه الجزيرة إلى سواحل البحر المتوسط السؤال الخامس أذكر أهم أنواع النقل المائي ينقسم النقل المائي إلى النقل البحري والنقل النهري السؤال السادس ما العقبات التي تواجه النقل النهري يعترض النقل النهري عدة عقبات تنقسم إلى طبيعية وهي الشلالات والجنادل ونقص عمق المياه وبشرية مثل السدود والجسور السؤال السابع قارن بينه النقل المائي والنقل الجوي من حيث المميزات والعيوب لو بظلنا إلى الجدول من حيث وجه المقارنة النقل المائي والنقل الجوي المميزات من مميزات النقل المائي أرخص وسائل النقل وينقل بضاء كبيرة الحجم من ثقيلة الوزن أما من مميزات النقل الجوي أسرع وسائل النقل وتجاوز العقبات الطبيعية كالجبال والغابات والصحاري أما بالنسبة للعيوب من عيوب النقل المائي وجود الجنادل والسدود كما في النقل النهري أما من عيوب النقل الجوي أغلى وسائل النقل وتأثر بالظروف المناخية والسياسية ننتقل إلى السؤال الثامن عدد أهم طرق الملاحة النهرية في العالم وهي نهر النيل في إفريقيا وروافد في مصر والسودان ونهر الراين والدانوب في أوروبا السؤال التاسع أذكر أهم طرق الملاحة البحرية في العالم في التجارة الدولية طريق المحيط الأطلسي ويساهم بـ 60% من حجم التجارة الدولية وطريق المحيط الهادي السؤال العاشر ما تأثير النقل والمواصلات على البيئة يتمثل تأثير النقل والمواصلات على البيئة فيه تلوث الهواء ارتفاع مستوى الضوضاء والتوسع في الطرق على حساب المساحة القدراء السؤال الحادي عشر مقالي ما مقترحاتك للحد من المشكلات البيئية المترتبة على النقل والمواصلات واحد التصميم المناسب للطرق التوسع في المساحات القدراء تخطيط أماكن انتظار السيارات والاهتمام بالجانب الجمالي السؤال الثاني عشر ما أهمية التجارة تتمثل أهمية التجارة فيه تصريف فاض الانتاج المحلي سد حاجة الأسواق المحلية توفير فرص العمل زيادة الدخل القومي السؤال الثالث عشر اذكر مقاومات التجارة بمعنى ما هي العوامل التي تساعد على تقيام التجارة تتمثل فيه فائض الانتاج والمال والنقل والسوق والأمن يبقى هنا يقول لي فرق بين مقاومات التجارة ومكونات التجارة مقاومات التجارة تعني العوامل التي تساعد على قيام التجارة أما السؤال الرابع عشر وفيه بنحدد مكونات التجارة الدولية فرق بين المكونات والمقاومات المكونات السلع الغذائية والسلع النقدية والسلع الصناعية والسلع المعدنية ومصادر الطاقة كما في البترول والغاز والفحل أما بالنسبة للسؤال الخامس عشر أذكر أهم الصادرات القطرية وهي الغاز الطبيعي والنفط أما السؤال السادس عشر القاس بقسم الجغرافيا عدد أهم الوردات القطرية تتمثل في الطائرات والسيارات والأجهزة الإلكترونية والقهربائية ده بالنسبة للاختبار التجريبي الأول الخاص بقسم الجغرافيا أما الاختبار التجريبي الثاني وهو يتكلم عن قسم التاريخ وهو عنوانه الحضارة الإسلامية في الدولة العباسية ومظاهرة السؤال الموضوعي الأول رأس السلطة السياسية والدينية وصاحب الرياسة العامة في الدولة هو الخليفة الشخص الذي ينظم إدخال الناس على الخليفة هو الحاجب زهر منصب قاضي القضاء بالدولة العباسية في عصر الخليفة هارون الرشيد أي من التنظيمات الإدارية في عصر الدولة العباسية يشبه الوزرات حاليا الدواوين اشتهرت مصر في عصر الدولة العباسية بصناعة الورق من العلوم الشرعية التي تهتم بتفسير القرآن ومعرفة أسباب نزولك علم التفسير تعد من العلوم الشرعية التي تهتم بدراس أحكام الشريعة يبع عندي علم الفقه أما الجهاز الذي يشرف على مرسلات الخليفة للأمراء وقادة الجيش البريد الفئة التي تعمل في الترجمة والمؤسسات الإدارية والدوين أرباب الأقلام من أصحاب البلاد المفتوحة وتعاني من تضاهر الأحوال الاقتصادية أصحاب المهن القادة العسكريون الذين انفرضوا بالحكم في فتر الضعف الخلفاء الجند مؤسس علم الكيمياء في العصر العباسي العالم المسلم جابر بن حيان أشهر علماء المسلمين في الفيزياء ومؤسس علم البصريات العالم المسلم الحسن بن الهيثم يرجع له الفضل في تأسيس علم الجبر محمد بن موسى الخورزمي الخليفة العباسي الذي شيد قصر الذهب هو الخليفة أبو جعفر المنصور كده انتهينا من الأسئلة الموضوعية الخاصة بالاختبار التجربية الثاني وننتقل إلى الأسئلة المقالية الخاصة بوحدة التاريخ والاختبار التجربية الثانية السؤال الأول وضح عوامل ازدهار الحضارة الإسلامية في العصر العباسي واحد الاستقرار السياسي والرقاء الاقتصادي وتشجيع الخلفاء وصناعة الورق ونشاط حرقة الترجمة السؤال الثاني اذكر عناصر نظام الحكم في العصر العباسي الخلافة الوزارة العجابة عدد أهم التنظيمات الإدارية في الدولة العباسية الولاية الدواوين البريد الجيش الشرطة القضاء ما مظاهر اهتمام الخلفاء العباسيون بالزراعة تحسين الري استصلاح الأراضي وظهور حاصلات جديدة وحفر التلع وضح مظاهر اهتمام الخلفاء العباسيون بالتجارة اقامة المحطات والأبار اقامة الموانئ البحرية اقامة المراكز التجارية وسك العملة نكتفي من كل سؤال فيه أربع نقاط نكتفي بثلاث نقاط فقط عدد أهم الصناعات في الدولة العباسية الزجاج والخزف المنسجات السفن الورق ما أسباب اهتمام المسلمين بعلم الجغرافيا لمعرفة الطرق والمسالك ورسم الخرائط لها ومعرفة البلدان الجديدة ما مظاهر اهتمام العباسيين بعلم الفلك يتمثل اهتمام العباسيين بعلم الفلك في تحديد قطر الأرض إنشاء المراصد الفلكية وتشديد الاستنلاب واحنا قلنا الاستنلاب آلة قديمة تستخدم في قياس المسافات بين الكواكب ما أبرز إسهامات المسلمين في الكيمياء تأسيس المنهج التجريبي اكتشاف البركبات الكيميائية واكتشاف الورق الحراري الغير قابل للاشتعال أو الاحتراق ما إسهامات المسلمين في علم الطب والصيدلة في العصر العباسي بناء المستشفيات وبناء المدارس الطبية ويعتبر أبو بقر الرازي وابن سينة من أهم علماء المسلمين في علم الطب والصيدلة ما أسباب ازدهار الحياة الاقتصادية في العصر العباسي اتساع مساحة الدولة تنوع الموارد الطبيعية عدد أهم العلوم الشرعية في العصر العباسي علم التفسير والحديث والفقه ننتقل إلى الاختبار التجريبي الثالث وهو خاص بقسم المواطنة بعنوان التغير الاجتماعي هل نروح إلى الأسئلة الموضعية السؤال الأول التحول في عدد الأفراد وتوزيعهم وتركيبهم ومعدل الإنتاج والوافدين ونوع التغير هنا نوع التغير هنا التغير الكمي أما التحول في الطريقة التي يعيش فيها أفراد المجتمع هو تغير نوعي العامل المسؤول عن تحول المجتمع القطري من المجتمع سكن القبائل إلى مجتمع يسكن المدن هو العامل السكاني بناء المجتمع من أفراد مبدئين ومبتكرين من أهداف الحي ثقافة اقتارة تنظيم الفعاليات الوطنية والتراثية في قطر من اختصاص المكتبات العامة أم التغير في القيم والعادات والتقاليد في قطر من مزار التغير الثقافي ننتقل إلى الأسئلة المقالية في جزء الموطنة السؤال الثاني أجب عن الأسئلة التالية وضح أنواع التغير الاجتماعي طالما ذكر وضح يبقى نشرح التغير الاجتماعي وأنواع بالتفصيل لو أذكر أو أعدد نذكر اسمه أما وضح لابد أن نشرح كل نوع على حدة النوع الأول التغير الكمي وهو التحول في عدد الأفراد وتوزيعهم وتركيبهم وعدد الوافدين أما التغير النوعي التحول في الطريقة التي يعيش فيها أفراد المجتمع والقيم والعداد يبقى كل نوع على حدة بدد الوضع سواء كان تغير كمي أم تغير نوعي طالما السؤال وضح يبقى لازم أكتب الإجابة كاملة عدد العوامل المؤثرة في التغير الاجتماعي القطري العامل الاقتصادي والعامل السكاني والعامل التكنولوجي ما اختصاصات إدارة المكتبات العامة في دولة قطر واحد إنشاء المكتبات العامة تنظيم الفعاليات العامة والاهتمام بالطراث القطري كيف تحافظ دولة قطر على الهوية الثقافية القطرية ده شكل من أشكال الأسئلة ممكن السؤال يأتي بشكل آخر ما هي مجهودات دولة قطر في الحفاظ على الهوية القطرية تتمثل في هذه المجهودات في التأكيد على الحفاظ على الهوية القطرية وتشجيع إنشاء المؤسسات الاجتماعية عدد أهداف متحف قطر الوطني واحد حماية وتوثيق التراث القطري ربط تاريخ قطر بحضرها المعاصر بكده يكون انتهينا من إجابة جميع الاختبارات الثلاث الخاصة باختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني شاكرين لكم حسن الاستماع وقسم الدراسات الاجتماعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية